ثانيا جدد أهالي المفقودين في محافظة نينوى مطالبتهم السلطات بالكشف عن مصير أبنائهم الذين غيبوا أثناء وبعد عمليات التحرير منشدين أيضا بضرورة إقرار قانون العفو العام وإخراج ألاف فالبرياء الذين يقبعون في السجون ظلما وبهتانا هاي كم عيد مر علينا هاي عشر عياد احنا بهذا الضيم وبعذا القهر الله يقبلك عليك سوينا صورة حاليا رئيس الوزراء والله كل شي ما ريد دحك كل شي ما ريد بس ريد ولادنا حتى الرواه تبخلوا يأخذونها والمال والحلال كل شي يأخذون بس ريد يرجعوننا ولادنا يدلونا على طريقهم راجعنا جميع الجهات ما حد انطانا أي نتيجة راجعنا المنظمات راجعنا المسؤولين راجعنا عضاء البرلمان أي نتيجة ما انطانا راح نشتغل عليها وراح نتابع وراح نتابع ما حد تابع عليها هاي السنة السابعة والثامنة صار لهم من 2016 لحد هاي اللحظة دولة ما تعرف مصير آلاف من الشباب انخطفوا ما تعرف مصيرهم وين هلهم تنتظر تريد مصيرهم إذا هم طيبين إذا هم ميتين تتعرف مصيرهم انطالب الجهات المسؤولة والرسمية بأن تكشف عن مصير أبنائنا بأن تسوي عفو عام لعل أولادنا ويدين عفو عام عن الناس اللي ما نطلق أيديهم بدماء الناس اللي مو دواعش الناس اللي ما ما شاركوا ما ناصروا داعش ولا راحوا مع داعش موسيقى موسيقى